ما عنده أدنى فكرة كيف دي يكونوا عنده فكرة وما فات بالتجربة أكتريت العزابة تجوزوا وعملوا عائلة ومش الحال ثلاثة أرباعهم عم يفشلوا ثلاثة أرباعهم عم يفشلوا إيه لأروع القصص اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب ممكن البنت تعمل علاقة مع شاب مزوج توصل معه للزواج يمكن منه مرتاح مع مرته أي أسباب بيجعل مندي أنه تقول أنا بدي ما بيعني لأنا برتبط برجل متزوج بيكون واعي أكتر وبيتحمل مسئولية أكتر بيفهم البنت أكتر عن أي خبرة عم تحكي تقارب عن المسئولية وعن التفاهم بالحياة الزوجية فقط الرجل المتزوج بيقدر يعطيه هذه الخبرة للمرأة أكيد ممكن يكون رجل عازب ما عنده فكرة أبدا ممكن الرجل عازب عنده تجارب عاطفية سابقة وقد ما يكون عنده ما عنده قدنى فكرة عن المسئولية وعن الحياة الزوجية بس عن أي نضوج عم تحكي عن النضوج بالحياة الزوجية شو بيفروق إذا مجوز أو عازب؟ الشاب العزابي ما عنده مسئولية هيك بتعممي؟ كل هدف ومعلاقة عاطفية لأكتر ولا أقال ما عنده قدنى فكرة كيف ديكونوا عنده فكرة وما فات بالتجربة؟ أكتريت العزابي تجوزوا وعملوا عائلة ومش الحال وإساسه؟ ثلاثة أربعهم عم يفشلوا ثلاثة أربعهم عم يفشلوا السبب شو بيكون؟ ان الرجال بيحب بعد ما يتجوز؟ لا أكيد أو بيكون عنده نقص من مرته أي نقص؟ اهتمام ما فيه اهتمامه ببيتها يمكن بولادها يمكن ما عم تفهمه ما عم تعطيه الحب المزبوط فيه أسباب كتير بتقدي أنه يحب على مرته أو يفكر يتزوج الرجل المتزوج شو بيقول لها ماندي شو بيقلك يعني عن المشاكل اللي قد يعترض عن مع زوجته قلت اهتمامه فيه قلت اهتمامه ببيته اهتمامه بنفسه وبس بتتناسع أنه هي مزوجة يمكن يكون عنده عائلة يكون عنده مسئوليات أكما يكون عنده فيه واجبات بالحياة فيه واجبات لأنه هلأ الرجال بها القيام كتير عم بتغروا البنات يعني ممكن الزلم يتكون مرته 80% منا مأسرة معه ويحب عليها فلازم هي تكون أكتر من 100% مأدي واجباتها معه الغلط على المرأة الغلط على الرجل أو الغلط على بنت بتحب رجل متزوج لا مش الغلط أنه واحدة تحب رجل متزوج نعم مش غلط أبدا لأنه ممكن هو يكون مثلا منه مرتاح ببيته ولكن هي علاقة ممنوعة اجتماعيا بالنسبة ممنوعة اجتماعيا لاش ممنوعة طالما ضمن الحدود لاش ممنوعة ما هي ما حتكفي معه للآخر يعني فيه بوينت معي أنه هيوصله لعنده يعني هيطلق أكيد أنت عم بتقولي قبل ما نحكي إذا هيطلق أو لا فيه أنا رح حكيكي بعد شاهدة إذا المرأة بتقول بتعاني من المشاكل هي مع جوزة بالمقابل الرجل اللي بحب إمرأة عازبة هو متزوج المرأة العازبة الثانية اللي بحبها يعني عشيقته شو بتكون عم تعطيه ممكن عم تعطيه اهتمام ممكن عم تفهمه أكتر إشي كتير حسب كل بنت كيف تكون العلاقة بينه وبينه هي علاقة سرية حكما هو متزوج كيف تكون العلاقة بينه وبينه أكيد سرية كما أنت عم بتقول كمان مرته ما تعرف أكيد كيف تتواصلي معهم كيف تتواصلي معهم ممكن عالتليفون يتواصل وممكن يظهروا مع بعض قادرت دقيله أنت ما بدك أكيد لا ليه بدك تقبل أنت بأول عمرك تقبل ليه بدك تعمل تعملي هالتنزلات ما في بوينت معي أنا حقوصل على فيه يعني أنا وياه أكيد يعني